بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وتبعهم إلى يوم الدين أما بعد فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قدمنا من طاعات في هذا الشهر الفضيل وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وقراءة القرآن والذكر وأن يتقبل منا صلاتنا وسلامنا على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فقد استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام 1441 بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو لعام 2020 من الميلاد وكان ذلك بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية بالعين المجردة وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو لعام 2020 من الميلاد هو المتمم لشهر رمضان لعام 1441 من الهجرة وأن يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة لفخمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ونتمنى له دوام الصحة والعافية كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان دعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام وهو نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وكل عام وأنتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة